وهي صفة الوفاء أن تكون أن يتزم الإنسان بالوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه بالتوبة قال وهي شعار صدق العزائم وذلك ينفي عن النفس الميلي إلى الشهوات ويقطع عنها موارد الانتكاس والانتكاس الوفاء الذي هو صفة يثمرها الخوف والخوف الذي هو ثمر من ثمرات الاستغفار والعودة إلى الله تبارك وتعالى هذا الوفاء يجعلك على الدوام تتذكر أنك قد عهدت الله فكيف تفي بهذا العهد كيف تكون من الذين يوفون بعهد الله إذا عهدوا أنت عهدت الله تبارك وتعالى على تذهب في هذا الطريق وأن لا تسلك هذا المسلك وأن لا تترك هذا الواجب وأن لا تعتدي على هذا الحق